أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنحل فيها درس مركز الثقل من بنك الأسئلة هنأخذ السؤال الأول المصطلح العلمي نقطة تأثير ثقل الجسم النقطة اللي بيأثر فيها ثقل الجسم ده تعريف مين مركز الثقل أو من الرمز البرامز الثيجي النقطة الواقعة عند الموضع المتوسط لثقل الجسم الصلب المتجانس برضو ده تعريف مركز الثقل يبعين ده تعريفين طيب القوة التي يغضع لها الجسم بسبب جذب الأرض له اللي احنا كنا بنعرفها زمان قوة جذب الأرض للجسم ده تعريف مين تعريف وزن الجسم أو الوزن بنسميه ثقل الجسم لو بنرمزه بالرمز دابليو السؤال الثاني السؤال الثاني ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة أمام العبارة الصحيحة عند قسف كرة القاعدة في الهواء كما بالشكل نجد أنها تتبع ما صار منتظم على شكل قطع مكافئ قبل أن تصل الأرض العبارة صحيحة مركز الثقل هو اللي بيأخذ شكل قطع مكافئ إذا رمي مفتاح جليزي في الهواء مطرق حددية في الهواء مضرب كرة القاعدة في الهواء بدلا من انزلاقه على سطح أفك أملس فإن مركز ثقله يتبع مسار منتظم على شكل نصف قطع مكافئ في الهواء مركز ثقل كرة مجوفة ملأت حتى منتصفها بالرصاص بمعدة الرصاص ينطبق على المركز الهندسي كما كانت فارغة أقول له غلط لا ينطبق هنا السؤال صياخته مش مظبوطة جوي فإحنا مركز الثقل في كرة مجوفة ملأت حتى منتصفها بالرصاص لا ينطبق على المركز الهندسي لأنه بيجي فيه أكثر من يان من مادة مسار مركز ثقل الألعاب النارية يكون على شكل قطع مكافئ بفرض إهمال مقاومة الهواء العبارة صحيحة يكون على شكل قطع مكافئ طالما في الهواء القوى الداخلية أثناء الانفجار الألعاب النارية الصاروخية تغير موضع مركز ثقل كرة فأقول له غلط لا تغير لأننا خطف الصف في السنة عشر إن شاء الله هذه قوى داخلية لا تحدث تغير في كمية الحركة بإهمال مقاومة الهواء نلاحظ أن الشظايا المتناثرة في الهواء من الألعاب النارية الصاروخية تحتفظ بمركز ثقل نفسه كما لو كان الانفجار لم يحدث بعد هذه العبارة صحيحة يعني قبل الانفجار قطع مكافئ وبعد الانفجار برضو قطع مكافئ لو جغل نعلل الإجابة لسه قيلينها لأن القوى الداخلية لأن القوى الداخلية لا تغير موضع مركز ثقل القزيفة يبقى هو بيأخذ نفسه ما صار القطع المكافئ قبل الانفجار وبعد الانفجار السؤال الثالث تعتبر حركة مضرب قرة القاعدة مطرقة حددية مفتاح انجليزي محصلة حركتان هما حركة حركة دورانية حول مركز السقل وحركة انتقالية لمركز السقل على شكل مثلا لو في الهواء يبقى على شكل قطع مكافئ يبقى حركة دورانية وحركة انتقالية سواء في الهواء أو على سطح أفقي أملس هما حركتان دورانية وانتقالية دورانية حول مركز السقل انتقالية لمركز السقل بس هنا في الهواء بتكون الانتقالية دي على شكل قطع مكافئ أما على سطح أفقي أملس بتكون على شكل خط مستقيم مركز السقل قرة القاعدة عند قسفة في الهواء يتبع مثال منتظم على شكل قطع مكافئة. هذه اللي هو الحركة الانتقالية بتاعة مركز ثقل. طيب لو كان على سطح افك ام ناس نقول على شكل خط مستقيم. الايسام متماسلة التكوين ومنتظمة الشكل. يقع مركز ثقل عند مين? عند المركز الهندسي. طيب. الايسام غير منتظمة الشكل. مركز ثقل يقولنا ناحية الطرف الاثقل او الاكبر كتلة. يقع مركز ثقل جسم على شكل مسلس على الخط المار بمركز المسلس ورأسه. وعلى بعد يساو كامل وخدنا هنا كده نقطة التقاطع دي. هنا بيمثل هنا مركز ثقل. على بعد يساو كم من القاعدة؟ يساو تلت الارتفاع من القاعدة. ثلث الارتفاع. لان ثلث الارتفاع من القاعدة دي يمثل المركز الهندسي للمسلس. يبقى في الحالة المسلس ثلث الارتفاع من القاعدة. ولازم نقول من القاعدة وليس من الرأس. السؤال الثاني اختار الاجابة الصحيحة عند تطبيق قوة على جسم في مركز ثقل. بحيث تكون معاكسة في الاتجاه لقوة ثقل ومساوية لا في المقدار فان الجسم لو جيت انت اثرت على قلم في المنتصف او في مركز ثقل يحصلها هنا للقلم لما اثرت عليها بقوة في مركز ثقل بحيث تكون معاكسة في الاتجاه ومساوية للقوة دي في المقدار يتوازن الجسم. وزنته. يتوازن الجسم مهما كان موضوعه او وضعه. ده ممكن يجي لك علل ليه بيتوازن. نقول له هنا لان مجموع القوة التي يخضع لها يساوي صفر في هذه النقطة. حصة القوات صو صفر. لذلك يتوازن. مركز ثقل مضرب كرة القاعدة او المطرق الحديدي او مثلا نياه المفتاح الانجليزي بيكون دائما ناحية الطرف من الجزء الاسقل. مركز ثقل مخروط. مصمط. هنا بيكون على بعد من القاعدة كام؟ على بعد ربع الارتفاع من القاعدة. اما المسلس سلس الارتفاع من القاعدة. مركز ثقل جسم منزلق بحركة دورانية. كلمة منزلق يعني كأنه على سطح افقي. اما في الهواء يقول لك رومية في الهواء. اما المنزلق يبا اعتبره على سطح افقي. مركز ثقل جسم منزلق بحركة دورانية. مركز الثقل طالما على سطح افقي بياخد اياه بياخد خط مستقيم. اما لو رومية في الهواء بياخد شكل قطع مكافئ. لو جاقل لنا قارن بأن الايسام متماسلة التكوين ومنتظمة الشكل. مركز الثقل اقول عنده المركز الهندسي. تريح نفسك. في اوقات يبقى المركز الهندسي في النص وفي مش في النص فانت تقول عند المركز الهندسي. في الاشكال غير المنتظمة هنقول ناحية يا ناحية الطرف الاسقل او الاكبر كتلة. طيب قطعة رخام مسلسة الشكل. بعد ارتفاع مركز ثقل عن القاعدة نقول السلس. الارتفاع ولازم يكون يا من القاعدة. طب والمخروط ربع الارتفاع من القاعدة. لو جاقل نعلل يعتبر مركز ثقل الجسم نقطة توازن له. ليه بمسل نقطة توازن لأن مجموع القوة التي يغضى لها في هذه النقطة يساويه سوصفر ذلك بيتوازن الجسم. ليه مركز ثقل الجسم ينزلق أثناء دورانه حول نفسه على سطح أفقي أملس بيتحرك في خط مستقيم ويقطع مسافات متساوية في أزمينه متساوية بسبب انعدام القوة المحصلة في اتجاه حركة الجسم. زي ما احنا لا توجد قوة أفقية ولا توجد عجلة أفقية. بسبب انعدام القوة المحصلة في اتجاه حركة الجسم. بحيث انه لا توجد قوة أفقية ولا عجلة أفقية. فالجسم يتحرك في خط مستقيم ويقطع مسافات متساوية في أزمينه متساوية. بكده نكون خلصنا درس مركز السقل من بنك الاسئلة المرة الجاية هناخد مركز الكتلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.